فكرة الشائعات وأنا بتحدث طبعا مع حضرتك كرئيس المجلس أعلى لتنظيم الإعلام شايف إزاي الدور طبعا اللي بيقوم بيه المجلس أو وسائل الإعلام وإحنا جزء منه في التنوير في التبصير وزاي أجهزة الدولة كمان من خلق تحت المعلومات قدرت إنها بتواجه حرب الشائعات شوف رغم كل ما يقال في منظومة متكاملة من أجهزة الدولة وبعض الهيئات بتعمل على الرط على الشائعات أولا بأول ولا تصدقوا أن الشائعات بتسري في البلاد دون أن يواجهها أحد لا في أماكن كتيرة بترد لأن حجم الشائعات اللي بيضخ حجم ضخم جدا جدا وبعدين هم يبحثوا عن كل يعني كل شيء جيد في الحياة يضخوا فيه شائعات يعني بدأ العام الدراسي بدأت شائعات لكن طبعا يمكن يعني صحة المعلومات إن العام الدراسي بدأ بلا مشاكل وبلا أزمات والكتاب المدرسي يتسلم في وقته وانتظمت الدراسة يعني ما يحدث على أرض الواقع أفضل شيء للرد على الشائعات هم بيتكلموا عن محدش يعني دلوقتي قادر يتكلم عن شائعات اختفاء السلع ما فيه شائعات عن اختلاف السلع ولا الطماطم ولا الرزق ولا الكلام اللي كان بيطلع كله موسم ليه؟ لأن الناس شايفة بعنيها أن السلع متوفرة فيه كثير من الأماكن وتصل لكل الناس فيه منظومة لتوزيع السلع لكن بيتكلموا عن ارتفاع الأسعار ماشي ارتفعت الأسعار لكن ما هو علينا أن نقارب بين ما يحدث هنا وما يحدث في دول أخرى وأن فعلا دموجة عالمية ضخمة جدا جدا يعني اتكلمنا عنها كتير وبقى الكلام عنها مستهلك لسه كنا نبرح بنعرض خبر أن أوروبا بدأت الناس تشتري الحطب عشان التدفئة ويلجأوا للحاجة بتاعة الزمان بقى اللي هي روص الحيوانات يعني أعزاكم الله اللي بتحط في الفرن ده منقت بقى الراس دي عشان يسخنوا بيه الفرن بدأت أوروبا ترجع للكلام ده يعني ده مش بيتقال على سبيل الفكرار لكن ده حقيقة والناس بتتكلم عن ده واللي بيزور هذه الدول مثلا من المصريين أو غيره بيشوف بنيه يعني بلد مثلا مثلا زي ألمانيا يعني المولات التجارية فيها كانت بتصخر بالبضائع بعد الزملاء أنا راجعين هناك من فترة أنا بقول لك الفضية الجدع يشتري من هناك حتى الأسعار الجدع يشتري وحتى الأسعار ارتفعت ارتفاعات كبيرة أنا راجع من دولة لقيت الأسعار مثلا ارتفعت 3 أضعاف لزبوط في أمريكا كده الوقت حتى السلع الغذائية فيه قفزات هائلة وكتير من الدول كمان يعني السلع مختفية فهنا أفضل اسلوب للرد على الشئ ما يحدث على أرض الواقع وبعدين ما هو في الآخر أنت ليس لديك شيء تخفيه يعني ما فيش حاجة تستحق أنك تخفيه أنت لا تتصرف في السر كدولة يعني لا تتصرف في السر ولا ترتكب أخطاء ولا النظام بيعمل لمصلحة فئة ضد فئة بالعكس كل ما يحدث أمام الجميع المشروعات أمام الجميع الإنجازات التي بتحصل أمام الجميع حتى المشكلات الاعتراف بالمشكلات إذا كان فيه مشكلات دولة بتتكلم فيها يعني عندنا رئيس دولة بيحدث الناس بصراحة عن كل شيء ولا يخفي شيء ويعني بياخد على عاتق وأن يواجه دائما بأسلوب الصراحة بالناس أنا لا أبحث عن شعبية ولا جماهرية شعبيتي وجماهرية أني أخدم الناس وأني أرعى مصالحهم وأن أقدم ديهم كل حلول لمشاكلهم يعني فهنا دي الشائعات بس برضو لاحظ أني يعني حجم الشائعات في الفترة الأخيرة بدأ يقل يعني لم تعد الشائعات في الفترة الأخيرة بالضخام هي بعض القنوات اللي شكلها في الآخر وهم انتقلوا من الشائعات إلى الإفهات وفرق بالاتنين يعني يتريع على ده يعني لا يجد موضوع فياخد موضوع يعمل إفهات ضحكة كده طبعا وهو في الآخر يعني يعني ده لا يقدم للآخر إفلاس إفلاس لكن إيه المشكلة الحقيقية يعني مثلا هل أنت عندك يعني عجزة في الكهرباء زي ما كان بيحصل زمان هل الكهرباء بتطفي على الناس أو في وهم في غرف العمليات أو بتتعطل وهم في الأسنصير أو المصانع مش لاقية لا ما هونت عندك لنا متوفر هل عندك السلع الغذائية هو مش متوفرة متوفرة بس هو يجي كل شيء يقولك إيه إلحق الرز التمويني هيختف حتى لو تأخر يوم أو يومين الزيت مش عارف الكلام ده فهو يعني إلي لم يجد شيء يخلق عليه شائعات يبتكروا بعض الإفهات كده لكنها بتزول بسرعة نعم